بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع أن أهل السنة لا يتكلمون في الله ودينه وكتابه بغير علم وقوله ولا نجادل في القرآن قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن لا نناقش لا نتكلم في القرآن من تلقاء أنفسنا ذكر المؤلف العنوان الكامل لهذا أهل السنة لا يتكلمون في الله ودينه وكتابه بغير علم لا نجادل في القرآن المجادلة بالقرآن ممنوعة محرمة ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا لكن المجادلة بالقرآن هذا مشروع المجادلة بالقرآن المجادلة بالقرآن يعني نجادل بالقرآن نحتج بالقرآن نأتي بالدليل من القرآن نعتمد على القرآن في مخاصماتنا وفي كلامنا نرجع للقرآن فالمجادل بالقرآن مطلوب والمجادل في القرآن ممنوع لأن المجادل بالقرآن يأتي بالدليل من القرآن أو السنة يقول الأمر كذا وكذا وذلك أن الله جل وعلا يقول كذا أما المجادلة في القرآن فهذه ممنوعة لأنه يخاصم ويحاج بما جاء في القرآن يقول كيف كذا جاء في القرآن كذا وجاء في القرآن كذا هذا تناقض يقول مثلا المفتري وهكذا فأهل السنة والجماعة يستدلون بالقرآن وأهل البدع يجادلون في القرآن جادلون فيه أهل البدع يقولون هو إله من في السماء وأهل القرآن يقولون الله جل وعلا إله الجميع إله أهل السماء وأهل الأرض وما بينهما أهل البدعة يقولون الله جل وعلا وتقدس عما يقول الظالمون إنه في كل مكان وتعالى الله عن قولهم وإنما نقول الله فوق العرش مستوى على عرشه بائن من خلقه يعلم تصرفات خلقه كلها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عليم بكل شيء المجادلة في القرآن في استدلالاته يردونها هذا محرم ولا يجوز الاستدلال بما جاء في القرآن هذا هو الصحيح المطلوب فقد جاء المجادلة بالقرآن وجاءت المجادلة بالغاطل الأولى حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ولا نجادل في القرآن وإنما نخاصم به ونأخذه دليلا لنا على ما نقول ما نرده ولا نقول الآية هالي تناقض الآية الأخرى ولو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا وكل ما ورد في القرآن ثابت صحيح لا إشكال فيه وإدخال الباطل على القرآن هذا محرم ولا يجوز ولا نجادل في القرآن يعني لا نخاصم في نفس القرآن نقول مثلا ورد كذا ورد كذا أيهما الصحيح هذا يناقض هذا أيهما الصحيح يقول لا ما فيشي يناقض شيئا آخر أبدا ما دام جاء في القرآن فوالصحيح الله مستو على العرش الله مستو على العرش والله فوق السماء قد يقول المجادل مثلا قولك الله مستو على العرش والله جل وعلا قال في آية أخرى هو في السماء وتكلمت عنه الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها أين الله قالت في السماء يعني في السماء الدنيا الثانية السابعة لا كل هذا لا أين هو في السماء في العلو في العلو والعلو أعلى سقف المخلوقات العرش ما في شيء فوق العرش مخلوق إلا الله الخالق وحده لا شريك لا والمجادل والمجادلة بالقرآن من الممارات في الدين قالت قبل هذا ولا نماري في دين الله لا نخاصم ولا نجادل في دين الله والله والله أعلم وأحكم وسرعه كله محكم يأتي مجادل يقول لما صلاة الفجر ركعتان ليست في وقت النشاط والصباح وأول النهار لما لم تكن خمس وثلاث ولا أربع يقول هذا مرده إلى الله جل وعلا وأعلم وأحكم نعم وقوله ولا نجادل في القرآن يظهر أن هذا يدخل في قوله لا نماري في دين الله لا نماري في دين الله دين الله جل وعلا يشمل كل ما تعبد الله جل وعلا به خلقه دين الله والقرآن مما تعبدنا به سبحانه وتعالى فالقرآن شيء من دين الله جل وعلا يقول المؤلف هذا من عطف الخاص على العام ما يعني عطف الخاص على العام فإن الله هو مولا هو جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هذا من عطف العام على الخاص لأن جبريل وميكائن جبريل هو هم من الملائكة ثم أتى بالملائكة عموما فهذه الآية من عطف العام على الخاص ودين الله جل وعلا عام في كل ما تعبد الله جل وعلا به خلقه والقرآن مما تعبدنا به سبحانه وتعالى لكن عطفها لكن عطفها على ما قبلها من عطف الخاص على العام من عطف الخاص المعطوم الخاص والمعطوب عليه العام والمعطوب عليه العام الأول العام والثاني الخاص نقول مثلا وصلوا جماعة المسجد كلهم أو كل أو كلهم والإمام والمؤذن والخطيب الإمام والمؤذن والخطيب أليسوا من جماعة المسجد لا فلا هذا من عطف الخاص على العام من عطف الخاص يعني الخاص الشيء اليسير القليل عطوهم على الكثير لكن عطفها على ما قبلها من عطف الخاص على العام فلا نماري في دين الله ولا نماري في القرآن أي لا نجادل فيه تكذيبا ولا نجادل في معانيه تحريفا لكن نحتج به ونستدل به وهناك لا نماري في دين الله ولا نماري في القرآن أي لا نجادل فيه تكذيبا يقول هذه الآية ما تناسب مع هذه الآية إحداهما غير صحيح هذا التكذيب يقول هذا مثلا جاء بعده كذا معناه أنه غير صحيح أحدهما أي هما لا كله صحيح لا نماري في القرآن إلا نجادل فيه تكذيبا ولا نجادل في معانيه تحريفا التكذيب أن نقول هذا كذب ليس بصحيح والتحريف صرف اللفظ عن ظاهره عن معناه الرحمن على العرش السواء نقول السولة هذا تحريف ولا تكذيب تحريف حرفنا السواء وصرفنا إلى السولة وبينهما فرق والتكذيب أن نقول لا هذا لم يصحيح وإنما الصحيح كذا السماوات السبع تقول لا ما يصي السبع يوم عشر ولا ست ولا خمس هذا تكذيب للقرآن وهناك فرق بين الأسلوبين لكن لكن عطفها على ما قبلها من عطف الخاص على العام فلا نماري في دين الله ولا نماري في القرآن أي لا نجادل فيه تكذيبا ولا نجادل في معانيه تحريفا لكن نحتج به ونستدل به لكن نحتج به ونستدل به القرآن كلام الله وإذا لم يحتج المرء بكلام الله فأي كلام يصحج كلام الله هو الذي يحتج به ويستدل به على ما يراد نحتج به ونستدل به فرق بين أن تحتج بالقرآن هذا مطلوب ممور من المؤمن المسلم أن يحتج ويستدل بالقرآن ولا يستج جادل ولا يخاصم ولا يحاجج في القرآن بتلمس النقائص وخلو منها قرآن ما في نقص ولا يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا وهناك فرق بين الأسلوبين فنجادل بالقرآن أن يكون القرآن هو السلاح الذي نجادل به ونرد به على أهل الباطل لكن لا نجادل فيه معارضة لأخباره أو أحكامه أو تكذيبا أو تأويلا له وصرفا له عن ظاهره فكل هذا من سبل الباطل فأهل الباطل هم الذين يجادلون في آيات الله كما قال سبحانه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا نقول المجادلة في القرآن ممنوع يعني أن تجادل فيه تقول هذا كذا وهذا كذا وهذا تناقض ما يصير بينما المجادلة بالقرآن ممنوع مع جائز مطلوف أن تجادل خاصم الخصم في القرآن فالدليل على ذلك قوله تعالى وهكذا يكون القرآن هو الدليل وهو السلاح وهو الذي يؤكد ما نقول نقول ربنا في العلو جل وعلا ما هو الدليل نقول الدليل قوله تعالى وهو العلي الأعلى الرحمن على العرش السوى وهكذا نقول ربنا واسع العلم وهو بكل شيء عليم وهكذا فنستدل بالقرآن على ما نصف به ربنا تبارك وتعالى ولا نقول جاء في القرآن كذا وجاء في القرآن كذا وهذان اللفظان متغيران أحدهما صدق والآخر ليس بصدق أيهم يقول لا ما فيه صدق ولا ما فيه صدق كله صدق كله صح كان يقول مثلا قائل جاء في القرآن أن الله في السماء كما جاء في القرآن أن الله على العرش وفي السماء والعرش بينهم فرق إن كان في السماء فهو ليس على العرش وإن كان على العرش فهو ليس في السماء يقول بلى وفي العرش على العرش وفي السماء لأن السماء تطلق على العلو ما تطلق على الأجرام السبعة الله في السماء يعني على الأرش فأهل الباطل فأهل الباطل هم الذين يجادلون في آيات الله كما قال سبحانه وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا يجادل في الآيات ضرب بعضها ببعض أو يجادل خلاف بينها هذا فعل الظالمين فأضل الظلمة فأضل فعل المعاندين أما أهل الصنة والجماعة فهم يستدلون بالآيات على ما يقولونه عن ربهم تبارك وتعالى فيقولون هذا سحر هذا شعر هذا كهانة فكذيبا له الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كان يقول هذه الآيات فيها سحر تسحر المرأ وتصرفه عما يعرف أو هذا كهانة أو هذا كذا وكذا أو هذا شعر هذا ليس بصحيح كله بل هو حق ولا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه ما جاء في القرآن كله حق وصدق لما اجتمعت قريش وصحاء العرب وقادة أهل البلاغة والمعرفة قالوا إنه قرب موسم مجيء الحجاج إليكم يا أهل مكة وإن صاحبكم هذا محمد إذا تكلم أفصح هو الله يستجيبون له وينقلبون عليكم يقاتلونكم اتفقوا على قول واحد تقولونه في القرآن قالوا واحد هو سحر قالوا الثاني لا يا ما ولد ماهم سحر يعرف السحر ولمش عوضت السحر قالوا هو كهانة قل لا وليس بكهانة ونفسهم يرد بعضهم على بعض ليس بكهانة هو شعر جاء به من عندي نفسه قل لا ما هو شعر إذا نقولوا فيه قولا علشان نتبق عليه من جاءنا نقول لا تسمع من هذا ترى هذا كاهن أو هذا ساحر أو هذا شاعر يقول فيه شيء يسمعون من العرب يجسنبون محمد تناقشوا فيه كذا القول ما عجزوا ما قدروا يقولوا فيه شيء صد فخابوا وخسروا والسمع له العرب وآمنوا به وقومه يعاندونه ويحاجونه بالباطل ما استطاعوا يقولون إلا أنهم قالوا إن هذا من كلام محمد محمد بليخ من كلامه ما من كلام الله هذا إلا قول البشر قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا لهذا الذي قال إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر من الملائكة فأنا بعضهم لبعض هذه النار اللي توعدنا بها محمد عليها تسعة عشر ملك قال واحد أنا أكفيكم سبعة عشر سبعة عشر اذهلوهم لي واثنين منتم عجزين عن أميها المكة لو اذهلهم لي يا كبيتنا سبعة عشر سبعة عشر تكوين قال وأقول وامتدى وامتدى ونطرع من جهنم واحد جماعة باليمين وجماعة باليسار واليمين بالوسط سبعة عشر علي قال الله جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا الواحد من الملائكة عليهم الصلاة والسلام اقتلع قرى قوم الوط لطرف جناحه لتخفوم الأرض أدخل طرف جناحه في أسفل الأرض ورفعها إلى السلوة حتى سمع الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم نسبها وجعل عاليها سافدها قرى قوم الوط سبع مدن كبيرة منطقة كاملة هذا الجاهل العنيد يقول لك فيكم سبعة عشر ملك وأنتم كفون اذنين لما امتدح واحد من الكفار القرآن تعجب منه وأعجبه وامتدحه جاءه الشقي الآخر العنيد قال أرى قومك يجمعون لك كأنك فقير وأنك تروح لمحمد تستمع منه علشان يعطيك شيء تأكله ألعوذ بالله أنا يجمعون لي أنا أغنى واحد في قريش قال ولم تذهب إلى محمد يذهب من غير اختياله ليستمع إلى قراءته عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن تجلب العقل إليه كما يتواطعوا على أن لا يسمعوا منه كلمة فكان الواحد منهم في الليل يذهب ويجلس حول باب الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع لقراءته يعجب أن يسمع هذا الكلام ثم إذاً تأرسوا من القراءة أتبرقوا فيجمعهم الطريق جابت كل واحد يعرف أن صاحبه جاء ليستمع لقراءة محمد صلى الله عليه وسلم وكل مرة يتعاهدون ألا يأتوا ثم يأتون لأن يوحد قلما يجوا الربع ووحنا استمع من يلتقون جميعا في الطريق لأن أنفس صحاب الأغاء يروق لهم الكلام الحسن وهذا كلام الله جل وعلا لو كان من عند غير الله يوجدوا في اختلافا كثيرا قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يقولون هذا سحر فيقولون هذا سحر هذا شعر هذا كهانة فكذيبا له الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار شرط غافر إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير شرط غافر كل الآيات الثلاث هي غافر المؤمن وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وهو كدام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونشهد الشهادة اليقين نوق ونتكلم ونتأكد أن القرآن أنه كلام رب العالمين هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله تكلم به ربنا جل وعلا وسمعه جبريل من ربنا تبارك وتعالى ونزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم فقرأه على محمد عليه الصلاة والسلام فعرفه محمد ثم قرأه على الصحابة رضي الله عنهم فأخذوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن هو كلام الله قطعا وحقا وصدقا والذي تكلم به أولا هو ربنا جل وعلا ثم كلف جبريل بأن ينزل بهذا القرآن إلى محمد فنزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه وحفظه محمد عليه الصلاة والسلام ثم بلغه للصحابة رضي الله عنهم فحفظوه فوكلام الله سواء سمعته من عربي أو عجمي أو أسود أو أبيض أو أحمر وسواء كان مكتوبا أو مسموعا هو كلام الله جل وعلا وكون تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم لا ينسب إليه حقا وإنما ينسب الكلام إلى قائله أولا وهو الله تبارك وتعالى وقد ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لأنه بلغه الأمة عليه الصلاة والسلام وقد ينسب إلى جبريل عليه السلام بعض الأحيان على أساس أن جبريل بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد ونوقن بأن هذا القرآن كلام الله وأنه لا يساوي كلام البشر وأنه يختلف عن كلام البشر كثيرا ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهره علينا لمستطعنا قراءته ولا حفظه لكن الله يسره كما في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ولا نقول بخلقه كما قالت الممتدعة الممتدعة يقولون القرآن مخلوق خلقه الله جل وعلا في الشجرة أو في كذا وأتى جبريل وأخذه ووصله إلى محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته وليس الصفات ربنا جل وعلا مخلوقه بل هو الخالق للخلق كلهم والصفة صفة ذاتية في ربنا جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى ولا نخالف جماعة المسلمين جماعة المسلمين يقولون القرآن كلام الله منه بدعوى إليه يعود ذلك أن الله جل وعلا إذا أراد إقامة الساعة أخذ القرآن من الأرض رفعه إليه وصاروا ما يتذكرون شيئا منه وصاروا كالحمير والعياذ بالله وأخس يتهارجون ويتحارشون لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولذا قال بعض العلماء لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ما يعرفون الله جل وعلا فقرآن كلام الله منه بدأ يعني هو الذي تكلم به أول كل شيء وإليه يعود في آخر الزمان يرفعه من المصاحف فيأتون إلى مصاحفهم ما يددون فيها آية من القرآن ارتفع منه بدأ وإليه يعود وجماعة المسلمين أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله منزل غير مخلوق تكلم الله جل وعلا به أما أهل البدعة فيقولون هذا مخلوق وجرأ لأهل السنة امتحان شديد في بعض الأزمنة فأوذي الإمام أحمد رحمه الله وضرب وحبس وحمل على البغل وهي القيود الكثيرة الشديدة الثقيلة كلها من أجل أن يقول القرآن مخلوق فأبى رضي الله عنه فقال أقول كما قال الله جل وعلا هو كلامه سبحانه وعكذا فالله جل وعلا يمتحن عباده أحيانا بأن يدين الباطل على الحق يكون الغلب أهل الباطل وأحيانا يدين الحق على الباطل يكون غلب للحق يمتحن الله جل وعلا العباد بذلك وهو كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين هذا من شواهد ما تقدم ذكره من أن المصنف لم يرتب الكلام في مسائل الاعتقاد ويجمع كل صنف ويضمه إلى جنسه بل فرق الكلام في أصول الإيمان فهذه الجملة المذكورة تتعلق بالقرآن وقد تقدم القول في عقيدة أهل السنة في القرآن وأن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأنه كلام الله على الحقيقة وليس ككلام البشر والناس في القرآن منهم الكفار المكذبون للقرآن الذين قالوا إنه كلام محمد إن هذا إلا قول البشر ومنهم من يؤمن بتنزيل القرآن لكنه يتأوله على غير تأويله ويفسره بما يوافق هواه وأصوله الباطلة كما فعل القدرية والجهمية والرافضة فكل طائفة تؤول القرآن على ما يوافق مذهبها وأصولها عن السنة والجماعة يفهمون كلام الله ويقرؤونه ويعرفون أنه كلام الله ولا يتأولونه ولا يحرفونه ولا يقولون فيه شيئا غير لا أك أما أهل البدعة فكل أهل بدعة يصفون كلام الله إلى بدعتهم ويجعلون معناها على ما يوافق هواهم كما نقل عن بعض الرافض أنه قال في قوله تعالى إن الله يأمرك وان تذبحوا بقرة قال عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم مدودا وبنين شهودا ومحدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرحقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر هذا قول الوليد زعيم كفار قريش في وقته قال الله جل وعلا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لواحة للبشر إلى آخر الآيات قال الكفر والضلال قالوا هذا قول البشر ومن يشهد لا إله إلا الله من أهل البدع قال هذا عبارة عن كلام الله هذا مخلوق هذا كذا هذا كذا والله جل وعلا يقول إن هذا إلا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى ويبشر مؤمنين الذين يمنوا بالصالحات أن لهم أجر حسنا ما أكدين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما رهم به من علم ولا لآبائهم إلى آخر الآيات فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فالناس بكلام الله جل وعلا طواعف متعددة منهم من يؤمن به كما نزل وهم أهل السنة والجماعة جعنا الله وإياكم منهم نقول وكلام ربنا تكلم به سبحانه وتعالى فسمعه جبريل من ربنا ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وقرأه على رسولنا صلى الله عليه وسلم وحفظه وعلمه ثم قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم وبلغوه لنا بخلاف أهل البدعة فهم تأولوا وتكلموا فيه كلاما غير لائق أرجو الله جل وعلا نمنا علي وعليكم اتباع الحق والسنة الواضحة الصريحة ويجعلنا من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسن إنه سميع مجيب